منورات عسكرية ضخمة أجرتها تركيا في مياه البحر المتوسط بعد قليل من أعلان وزير الدفاع خلوصي أكار أن قوة بلادها العسكرية قوة فاعلة في البحر المتوسط السلاح الجوي والبحري التركي أقام أكبر منوراته العسكرية امتدادا من شرق البحر المتوسط إلى غربه في عملية أطلق عليها اسم البحر المفتوح وأعلنت وزارة الدفاع التركية أن المنورات التي أديرت من مركز عمليات في تركيا تمت بمشاركة 17 طائرة تابعة للقوات الجوية وثماني فرقطات وطردات تابعة للقوات البحرية أما النقطة المهمة في هذه المنورات فتكمل في أنها سلكت مسارا يبلغ ألفي كيلومتر مسار يكفي لبلوغ السواحل الليبية ولعل هذا هو الهدف الأهم في هذه المنورات ويتزمن العمل العسكري التركي مع أخبار بدأت تروج عن نية أنقرة إقامة قاعدتين عسكريتين دائمتين لها في ليبيا الأولى قد تكون في منطقة الوطية جنوب شرق العاصمة ترابلوس والثانية قاعدة حربية قد تتخذ من مرفأ مصراطة مقرا لها المنورات العسكرية التركية وعلاقتها بالملف الليبي وكل تطوراته كانت محل نقاش مع الزميل جرير دابابنة ضمن برنامج الحر الليلة مع ضيفيه من واشنطن فريد فلايتز الرئيس والمدير التنفيذي لمركز السياسات الأمنية وهوري باركي الأكاديمي والباحث في شؤون أشق الأوساط وشمال أفريقيا نتابع